يواصل أكثر من 4000 عامل بمصنع الحديد والصلب تسيالي ببطيوة في ولاية وهران احتجاجهم لليوم السادس على توالي مناشدين والي الولاية التدخل العاجل لإيجاد حلول مع الشريك التركي الذي يرفض الحوار مع العمال الجزائريين عقب دخولهم في إضراب المفتوح للمطالبة بتجسيد مطالبهم المشروع من بينها رفع الأجور احتساب المنح والمخالفات المالية الإدماج وتجديد عقود الموظفين الجدد مع تسوية وضعية العمال بعد تعرضهم لأمراض وحوادث عمل إلى جانب تحقيق مطلب الترسيم في العمل التغطية لكريمة سواك تحقيق مطالب تحقيق مطالب تحقيق مطالب